بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً أبناء العزاء فهدر جديد اتعلقنا طبعاً بالتاريخ المرجع هو المفيد في الاجتماعيات قسم خامس ابتدائي نعم هنا العنوان هو المرابطون توحيد البلاد وامتداد الدولة إذن أهدف تعلماتي أتعرف ظروف نشأ الدولة المرابطية ومراحل تطورها إذن ظروف نشأ الدولة المرابطية ومراحل تطورها أدرس توسع الدولة المرابطية ثم أدرس معلمة تاريخية القبة المرابطية بمراكش ومهد لتعلماتي نجح المرابطون في توحيد المغرب الأقصى خلال القرن الخامس يجري موافق لحدات الميلادي وأسسوا دولة مغربية أمازيغية إسلامية كبرى وقوية فما ظروف تأسيس دولتهم وامتدادها وما بعض المظاهر الحضارية التي اشتهت في عهدهم نعم إذن هنا أبدو النشاط الأول نعم أبدو النشاط الأول سيقول لنا أتعرف الظروف نشأ الدولة المرابطية وما راح تطورها وفد الفقيه عبد الله بن ياسين مع زعيم قبيلة جدالة قدالة الصنهاجية لهو يحيى ابن إبراهيم عقب عودته من الحج وارتحل إلى جزيرة منعزلة في السنغال ولم يكسف عبد الله بن ياسين بنشر دعوته بين أتباعه في رباطه بل أرسل البعوت إلى القبائل حتى إذا صاروا منفدين لأمره أطلق عليهم لقب المرابطين وانضم إلى الدعوة الجديدة قبائل لمتونة واجدالة تحت لوائه نعم سنة 434 هجرية 1042 ميلادية نعم إذن هذا طبعا الوثيقة واحد نشوفه دابا خط زماني لأبرز ملوك الدولة المرابطية إذن المراحل دل الدولة المرابطية وأي دولة عدنا مرحلة تأسيس ثم مرحلة التوطيد والامتداد ثاني مرحلة التوسع ثم أخيرا مرحلة الضعف هلو ضروري نحفظهم لأنه ضروري تحطونا في المتحان فرد الأول من الضوات الثانية مرحلة تأسيس مرحلة التوطيد والامتداد ثم مرحلة الضعف إذن البداية حركة عبد الله ياسين كانت سنة 434 طبعا نضح الصورة ها هي سنة 434 نجرية عبد الله بن ياسين أجدار مرحلة تأسيس قلنا فتح الصحراء والسودان وجنوب المغرب فتح الصحراء والسودان وجنوب المغرب هذه طبعا مرحلة التأسيس والمؤسس هو عبد الله بن ياسين طبعا هنا تولية يوس بن تشافين هو طبعا فتح الصحراء والسودان وجنوب المغرب تولية يوس بن تشافين سنة 1060 ميلادية 452 هجرية إذن شنو درنا مرحلة التوطيق والامتداد التوصير استكمال فتح المغرب الأقصى وجزء من المغرب الأوسط تأسيس مراكش كعاصمة تأسيس مراكش كانت سنة 762 هجرية 1070 ميلادية في عهد يوسف بن تشافين ثم هنا معركة الزلاغة مهمة معركة الزلاغة كانت في الأندلس رمية وتسبعين هجرية 1070 ميلادية هذه معركة الزلاغة ضغطة المسيحية فتح الصحراء ثم كانت فتح الصحراء الأندلس فتح الأندلس إذن هنا كان واحد توسع وامتداد نهاية حكم المتشافين في سنة 106 500 هجرية وتولية ابنه علي بن يوسف هنا عرفت الدولة مرحلة الضاف وطبعا هنا في السنة هذه 1147 ميلادية 500 هجرية سقوط مراكش في يد الموحدين إذن الدولة التي تعقب حكم بعدها المرابطين هي الدولة الموحدية سنرى ذلك مع التبردد أعيد مراحل مهمة مرحلة تأسيس مرحلة تضيط المتداد مرحلة الضاف هذا هي أهم مراحل الكبرى طبعا للدولة المرابطية هنا عدنا أقرأ النص السعين بالخد الزماني أتعرف قبيلة سنهاجة وموطينها ومعنى رباط من فقلة أنمي معنى نعم ها طبعا السنهاجة عدنا طبعا في الأغنى المعجامي ها هي نقي سجلنا هنا إذن سنهاجة هنا عدنا سنهاجة مجموعة قبلية أمازيغية من الرحل موطنها الصحراء بلاد شنقيت طبعا بلاد شنقيت ومن فروعها جدال قدالا ولمتون بالنسبة للرباط مكان تجمع الأتباع للعبادة وحفق العهن الرباط هو مكان تجمع الأتباع للعبادة وحفق القرآن وتعلم مبادئ الدين الإسلامي استعدادا لنشط الدعوة الإسلامية هنا قالوا أتعرف شخصية عبد الله بن ياسين وفسر الدرد قام به وسبب تسمية حركاته بالمرابطين إذن شخصية عبد الله بن ياسين من خلال النص لقرينا وأنه عبد الله بن ياسين نعم نقذ الورقام ديال فقيه أمازيغي طبعا داعي ومجاهيد قام بنشرة الدعوة الإسلامية وقد وضع الأسس الأولى للدولة المرابطين يعني هو مؤسس دولة المرابطية وقد وضع الأسس الأولى لدولة المرابطين سبب تسمية حركته طبعا بالمرابطين سنرى ذلك سبب تسمية حركته بالمرابطين كتب نعم نعم كانوا يلزمون الرباط بعد كل حملة من حملاتهم الجهادية طبعا نشرسهم فطبعا كانوا يلزمون الرباط طبعا بعد كل حملة من حملاتهم الجهادية مراحل دولة المرابطية الكبرى كما قلنا مرحلة التأسيس مرحلة التوطيد والامتداد ثم مرحلة الضعف فمرحلة التأسيس كانت من 1842 إلى 18 سنة كان عبد الله بن ياسين مرحلة التوطيد والامتداد 1060 1100 التي كان فيها طبعا يوسف بن الشعبين وطبعا حليب بن يوسف مرحلة الضعف 1160 147 و سنرى الآن عاصمة الدولة المرابطية مراكش اسم بانيها يوسف بن الشعبين تاريخ بنائها 1070 طبعا 762 هجرية وهذه سنرى إذن مراكش سنراها تأسيس مراكش سنة 162 هذا فعال طبعا يوسف بن شعبين إذن هذا بالنسبة النشاط الأول بالنسبة النشاط الثاني أدرس توسع الدولة المرابطية نعم نعم نزيد هذه نعم هذه الخريطة العنوان امتداد الدولة المرابطية الخريطة الخريطة تأسيس العنوان وامتداد الدولة المرابطية ماذا المفتاح هنا مجال الدولة المرابطية لاحظ الدولة المرابطية تأسيس أندلوس الشمال وتأسيس الجزائر طبعا شرقا مناجم التبر هذا ما نجيب التبر هذا طرق قوة التجارية لاحظ الطرق قوة التجارية سيجل تأسيس ماذا بشوط عن المراكز شفاس أندلوس الجزائر هذه طرق منامح الملح موجود في أوليل ثم في تغازا المراكز تجارية أوداقوس أوليل مراكز تغازا سيجل مراكز شفاس طبعا سبتا وكذلك الجزائر هناك السلع الموجهة إلى السودان نعم هي سنقروها حبوب تمور زيوت منسوجات ملح أواني وأدوات معدي خصان كونوا عابل هذو حيلي عطار هذه كونوا نوجهها السلع توجه إلى السودان وكونوا يجيبوا من السودان التبر نعم طبعا السلع المجلوبة من السودان السودان قطبها طبعا مملكة غانا هي التبر إذن هكي يجيبوا التبر وكانوا يصدروا الحبوب تمور زيوت منسوجات ملح أواني وأدوات معدينية نعم أسمي موطن انطلاق مرابط وأحدد مناطق امتداد نفوذ امتلاق من الخريطة وطبعا السعين بذلك بخد زمني إذا نرجعنا الخد الزمني والخريطة سنرى موطن انطلاق مرابط فنطرقه من بلاد شنقيت طبعا في الصحراء ومعناطق ممتداد نفوذ كبق الاندلس والمعركة التي خادها كما شنا في الخد الزمني المعركة التي خادها المرابطون ضد المسيحيين هي معركة زلاقة معركة زلاقة تاريخها كان رميات والسبعين هجرية 1880 ميلادي وترجع الخد الزمني تلقى وطبعا الأمير الانذاك هو الذي عرف هذا أقصى امتداد للدولم يعني التوسع وامتداد هو يوسف بنوط شافين نعم هذا طبعا مشهور أنمي معجمي قروا هذا نعم سيفيدنا ومعلومة سنهاجة مجموعة قبلية أماضيغية من الروحة الموطن وصعراء بلاد شنقية ومن فروعية جدالة وانتونة الرباط هو مكان تجمع الأتباع للعبادة وحفظ القرآن وتعلم مبالئ الدين الإسلامي السعداد لنشرة الدعوة الإسلامية السودان بلاد في غرب إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تمتد بين النهار السينغال غربا والنيجز وشرقا عندما أقول المغرب الأوسط طي بلاد جزائر المغرب الأقصى هو المغرب الأندلس بلدان جنوب إسبانيا والبرتغال حاليتين دخل الإسلام وأساس بها الأمويين دولتهم ننتقل إلى النشاط الثالث أدرس معلمة تاريخية القبة المرابطية بمرقش القبة المرابطية هي كانت مكان للوضع القبة كانت قبالة المسجد تكون ميضاء أو مكان للوضع القبة المرابطية من الخارج لاحظوا على شكل طبعا مستطيل عندها أعمدة طبعا ركائز هنا أعمدة لاحظوا من الداخل كيف هي زخرفتها وكيف هي نقشها ها هي كذلك لاحظوا إذن الفن المعماري عند المرابطين السؤال أتعرف اسم معلمة معلمة هي القبة المرابطية ومكان بنائها طبعا مراكش ومؤسسها ووظيفتها إذا رجعنا الأغني مكتسبة يعفيدنا شيلة القبة إبان حكم علي بن يوسف إذن إبانها هو علي بن يوسف بن تشافين كداري الوضع مكان الوضع ملحقة بجامع بن يوسف بن مراكش نعم إذن فهي كانت فعد يوسف بن تشافين يوسف علي بن يوسف أعتذر علي بن يوسف أصف الأشكال الهندسية الخارجية كما قلنا عبارة عن مستطيل سنرى ذلك ثم الزخرفة سنرى سنرى إذن فإسم المعلامة قبة المربطية مكان بنائها مراكش مؤسسها علي بن يوسف بن تشافين وظيفتها دار للوضع أي ميضاء الأشكال الهندسية الخارجية للمعلامة تصميم مستطيل يرتكز على أعمدة طبعا جانبية تعلوه قبة مزخرة من الخارج تعلو القبة شرفات مدرجة نعم وزخارف عانية غنية متعددة مصنوعة من الجيس وطبعا هناك أقواس إذا رجعنا الهناية نعم عندنا أقواس عندنا هنا الزائدوائر قالنا أقوم تعلمين نعم أقوم تعلمين الصحة المكتسبات في الدرسين 7 وطبعا 8 وأقارن فل الهندسة المعمارية عند الأدارس ومرابطين إذا سنرى الهندسة المعمارية ديال الأدارسة وكذلك مرابطين عطشنا صفحة 83 نشاط ثالث صفحة 87 نشاط ثالث بنسبة المرابطين إذا الشكل البناء وأنواع الزخرفة سأعطيكم بعض معلومات وأنتم سترى صور وستخرجوا أنواع الشكل البناء وأنواع الزخرفة بالنسبة للأدارسة القببة على شكل مثلات عندهم أبواب الزخرفة كثيرة الأشكال بارغوف كثيرة الأشكال واعتماد ألف وسي فساء المرابطين القببة على شكل دائري نعم القببة على شكل دائري وجود أقواص اعتماد الخزافية طبعا وطبعا هناك الزخرفة بالنقش على الجسد نعم ترجمة نانسي قنقش